صرح المثاق الوطني لقيمة الترابط بين الشعب البحريني وجلالة الملك المعظم تخليدا لذكرى ميثاق العمل الوطني أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية بإنشاء صرح يخلد أسماء جميع البحرينيين الذين صوتوا على الميثاق تأكيدا لأهميته في تاريخ مملكة البحرين المعاصر هذا وتمثل فكرة إنشاء صرح الميثاق الوطني رؤية ملك وقصة شعب وعلى جدرانه تخلد أسماء أكثر من 220 ألف بحريني ممن صوتوا على ميثاق العمل الوطني ليكون بمثابة إهداء لجميع من كان لهم دورا في بناء ناطة البحرين في الماضي والحاضر تم افتتاح هذا المكان في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2010 ويتضمن قاعات عرض رئيسية تتحدث عن ماضي مملكة البحرين وحاضرها وقد تم إعداد التصاميم بمراحلها المتعددة بعد دراسة مستفيضة لمكونات وفلسفة المشروع باستعمال مفردات هندسية ذات حركة مستمرة وأبعاد لا نهائية مما يجعل المبنى معلما معماريا وحضاريا بكل المقاييس هذا ويشكل صرح الميثاق الوطني رمزا يجسد وحدة هذا الوطن العزيز ملكا وشعبا وكل ما يرمز إليه من وحدة الثوابت الوطنية التي تجمع شعب البحرين وبكل ما تحتويه قاعاته من دلائل على ما قدمها المواطن البحريني من إسهامات لبناء المجتمع ويمثل صرح الميثاق الوطني وثيقة لقيمة الترابط بين جلالة الملك المعظم وشعب البحرين فضلا عن كونه معلما حضاريا يوثق حقبة مهمة من حقب تاريخ المملكة ساقها جلالة الملك برؤيته الثاقبة وتكوتف الشعب بكل أطيافه